أستاذ الرجاء من إسماعيلية تتفضل سلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل إيه معنى تفسير الآية وعباده بسم الله الرحمن الرحيم وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هاونا وإذا قطبهم الجاهلون وقالوا السلام حلوة أوي دوت لإننا هلدي معناها إن الإنسان يمشي هاون بين الناس من يبقى يعني هاين في حقوق وهاين إن هو يقف قدام الباطل أو إنه مجرم أقول لحضرتك أقول لحضرتك أقول لحضرتك لإن فيه جزئين مهمين إن إحنا نشرحهم في الآية ما معنى هاونا وكمان إيه وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام الهون هنا هو تفسير حديث رسول الله الرحمن الرحيم سهل أوي ده بقى إن الله حرم النار على كل هين لين سهل فأنت بتسألي هل معنى الذين يمشون على الأرض هاونا يعني إيه لا يتكبرون ويكونوا يعيشون بالبساطة ويعيشون بالسهلة ويتجاوزون ويسامحون الناس ولا يكونوا عبئا على أحد هو ده اللي بيمشي على الأرض هاونا وإن اللي حاصل فيعيش بقيمه فيسامح الناس فيعيش بقيمه فإن اللي يحصل فلا يتكبر على أحد فيعيش بقيمه فيبقى سهل إيه يعني إيه سهل ما يصعبش المسائل على الناس ولا يصعبها على نفسه وإيه اللي يحصل ويفيه يفيه بسرعة يعني إيه يفيه بسرعة يفيه بسرعة يعني زعل ومش طويل لو زعل يقوله طب خلاص أنا آسف يقوله خلاص ما حصدش حاجة كده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق الفي يعني يعود من قريب مش محتاج إنه هو يكبر المسائل ويخلي ويعمل من الحبة أبه ويزود المسائل وفي نفس الوقت يكون بسيط هو ده الشخص اللي ايه الذي يمشي على الأرض هاونا الأرض ما تحسش بسقله ما تحسش بعبقه ما تحسش إنه هو إنسان مليان غرور فتقيل على أرض الأرض نفسها ممكن تشتكي زي ما جيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة إن الأرض والجبال والماء والسماء كل ده بيشتكي من ابن آدم عشان أكل خير الله سبحانه وتعالى وشكر غيره فإلا حاصل فولما يمشي على الأرض هاونا الناس تحس إنه زي النسمة ما حدش يستسقله لا في أخلاقه ولا في تصرفاته هو ده الشخص اللي بيمشي على الأرض هاونا وأفضل تفسير ليه هو ده أن الله سبحانه وتعالى حرم أجساد اللي فيهم ثلاث صفات دورة على النار اللي هو الهين اللي هو السهل هو ده اللي هو سبحانه وتعالى حرمه